Hello everyone, this is عهود الشرجابي Have you eaten yet? الإجابة No, I still have not eaten ممكن إجابة تانية Yes, I have already eaten تلات كلمات هنا قولناهم وداية عايزين نتكلم فيهم أول واحدة yet تانية واحدة still تالت واحدة already No.1 yet yet معنىها بالضبط كده بالعربي لحد دلوقتي حتى الآن لحد اللحظة اللي احنا فيها دي وفي اللغة العربية بعد يعني لم يتم بعد حاجة ما حصلتش لحد اللحظة دي طيب، هنا استخدمتها إزاي؟ قلت في السؤال Have you eaten yet? يعني بنستخدمها في السؤال Yet ممكن أستخدمها في السؤال زي لما بقول Have you eaten yet? Have you bought a new car? Yet Have you finished your homework? Yet بنستخدمها في سؤال دي أول حاجة في yet تانية حاجة بنستخدمها في إجابة بس لازم تبقى negative إجابة negative يعني فيها not يعني مثلا I have not eaten yet I have not finished my homework Yet I have not bought a new car Yet لما كان في not في الموضوع على طول حطينا yet أوكي Yet دي بتعبر عن حاجة لما بيجي استخدمها ببقى عايزة أقول حاجة أنا ما عملتهش يعني أنا لحد دلوقتي أنا ما كلتش بس أنا عندي بلان إن أنا هيكل يعني أنا كمان شوية هيكل أنا بكرة هيكل أنا لحد دلوقتي ما عملتش الهومويرك بس أنا عندي بلان إن أنا هعمله فدي بتبقى بلان أنا أصلا مخططة لها بس أنا لحد اللحظة دي يعني ما عملتهاش لحد اللحظة اللحنا فيها أنا مخلصتهاش بس أنا عندي بلان إن أنا أخلصها no way هتخلص يعني هتخلص ف Yet بتبقى حاجة متخطط لها حاجة هعملها كده كده أنا هعملها بس لحد اللحظة دي لست ما تعملت شي دي ببساطة يعني وبستخدمها ممكن إن أنا هسأل وممكن إن أنا هجاوب بس تكون الإجابة negative حاجة كمان مهمة جدا لدينا نعرفها في Yet إن Yet بتيجي في آخر الجملة يعني أنا قلت Have you finished your homework yet? Have you eaten yet? Have you bought a new car yet? فقلت Yet في الآخر حتى في الإجابة قلت I haven't bought a new car yet I haven't eaten yet فحطيت Yet دايما في الآخر Yet ما ينفعش تيجي بعد الفعل وما ينفعش تيجي بعد السبجكت لازم تيجي في آخر الجملة دي باختصار Yet اللي بعدها Still كانت الإجابة No I still have not eaten Still أصلا معناها إن ما زلتو يعني أنا لسه بعملها ما زلتو يعني حاجة بتحصل دلوقتي حاجة present Yet كانت حاجة هتحصل لسه أنا plan لسه بخاء لسه حاجة أنا ما عملتش الhomework لسه هعمله بعدين أنا ما كلتش هاكل بعدين لكن Still لا مش كده هي حاجة بتحصل دلوقتي مش بعدين يعني بقول No I still have not eaten أنا لسه ما كلتش يعني أنا لسه ما كلتش دلوقتي لما أقول مثلا I still have not bought a car أنا لسه ما جبتهيش بتبقى حاجة ما زلتو فيها أنا ما زلت ما جبتهيش برضو يعني أنا قصدي بياه أن أنا لسه ما زلتو ممكن مثلا أستخدمها في present بتبقى بزيستخدم أكتر في present يعني أزمنة اللي هي المضارع وممكن برضو أستخدمها في الحاجات اللي هي مستمرة يعني ممكن أستخدمها في حاجة مستمرة يعني مثلا ممكن أقول it's two pm استاع دلوقتي اتنين and مثلا أحمد is still in bed يعني أحمد لسه في السرير لسه ما صحيش فأنا ساعتها باستخدمها برضو يعني هو لسه ما صحيش هو ما زال نايم برضو حاجة هو لسه فيها مش حاجة تمت وحصلت أو حاجة لسه يعملها بعد كده لا هو فيها دلوقتي هو لسه نايم مش لسه هاي نايم تمام يبقى لازم نعرف الفرق ما بين yet و still إن واحدة فيهم اللي هي yet بتبقى حاجة مستقبل لكن still بتبقى حاجة present يعني أنا فيها دلوقتي مستمرة ما زلته أوكي حاجة كمان لازم نعرفها ان still لما بنستخدمها ما ينفعش مستحيل بتيجي في آخر الجملة لكن yet بتيجي في آخر الجملة still no ما بيجيش في آخر الجملة بس بتيجي بعد الـ subject يعني لما قلت مثلا I still have not bought a new car فاستخدمتها بعد الـ subject وممكن برضو استخدمها بعد verb to be لو فيه verb to be وهحط حاجة جنبها فححط ساعتها still مش هحط yet أوكي يبقى كده اتكلمنا عن yet و still أوكي نيجي بقى عند already already معناها بالفعل أو قبل كده مثلا يعني حاجة حصلت قبل كده يعني I have already eaten أنا بالفعل كلت يعني حاجة حصلت في خلص و خلصت I already called to أنا فعلا كلت خلص كلت و خلصت يعني I have already finished my homework يعني أنا فعلا خلصت الhomework بتاعي I have already bought a new car أنا بالفعل خلصت اصلا اشتريت العربية فready معناها ان حاجة حصلت خلاص و خلصت أنا حاجة عملتها بالفعل حاجة عملتها قبل كده بالظبط معناها قبل كده أوكي يبقى ثلاثة مختلفين عن بعض و كل واحدة فيهم بتبقى في الزمن مختلف و كل واحدة فيهم بتستخدم استخدام مختلف هشوف فهمتوا ولا لأ بالإجابات على الأسئلة دي number one did you space do it هنا حطيت did يعني past which one اللي بتاخد past yeah very good did you already do it number two you are space doing it you are space doing it it يعني حاجة انت بتعملها present present مستمر which one you are still doing it number three have you not done it space has have not which one بستخدم فيها negative yes excellent yet ثلاثة الثلاثة مختلفين عن بعض خالص و كل واحدة لها معنا اه و already بتبقى حاجة في past انا already عملتها بالفعل خلص انتهيت منها وا still يعني حاجة still لسه موجودة لسه بتتعمل اه وهي لسه ما انتهتش بس لسه شغالة و yet يعني حاجة ما عملتهيش وبتبقى negative وبتبقى حاجة هعملها في المستقبل يعني في الفيوتشر حاجة دي أنا مخططة لها That's it Thank you so much Bye